فرحة كبيرة وفوز غالي وفوز مهم وتتويج جميل يعني النهاردة تلت الاحتفال بالدوري تتويج جميل ولا أروى هنروح نشوف ميستر كولر مع زميلنا كريم أحمد قال إيه بعد المباراة جد التحية لكل مشاهدين أو كل جمهور النادي الأهل العظيم الحقيقة لابد أن احنا يعني في البداية لابد أن احنا نوجه كل التحية والتقدير لميستر كولر شخصية مهذبة جدا شخصية عارفة يعني إيه قيمة النادي الأهلي تعاملوا مع اللعيبة على مدار الموسم الحقيقة شيء أكثر من رائع نشوف الكلام ده كلام ده بيبانش بشكل كبير جدا من خلال السوشيال ميديا لكن احنا لازم نقوله في هذه اللحظات المهمة جدا فوز مهم بالنسباله بطولة مهمة جدا على ما أعتقد يعني ميستر كولر بدأ يكتب اسمه بحروف مندهب كمدارب أسطوري لنادي الأهلي مبروك النهاردة على الفور مبروك النهاردة على الفور وهذا يعني الوقوف الذي يلك معك أن يفوضي هذا فعلا وأنا هي أريد أن أفعل شيئا هو أفعل ذلك었는데 آخر يجمل أن يزال لكما يجب أن يجب أن يجب الأشعر وهذا حقا النعام لسدقة مفضلة الحقيقة هي افضل هذه البع enhanced ولكن أكثر من سماوات افترض أنني أفهم كنا سادران منذ منذ الأول في النهاية لم يجب الأفضل أنا المهم بالنسبة لي جدا أن أنا أول حاجة أن أنا مفقدش الشغف أن أنا عايز أكسب على طول أن أنا بشكر جدا بشكر جدا اللعبة بشكر الجهاز بشكر كل الستطاف بتاعي اللي ساعدني كل عامل صغير ساعدنا في أن احنا نوصل لكل اللي احنا لغاية دلوقتي سعادة الناس دي سعادة الجمهور سعادة كل جمهور النهات العظيم في كل مكان جمهور عظيم كما وكيفا كمان فأنا بشكرهم ومبسوط عشانهم وبالنسبة لي مش مهم خالص أنا ومش مهم أن أنا اسمي كتب بحروف من نور ولا من ذهب أنا المهم عندي أن لحظة السعادة والشغف اللي احنا فيها دلوقتي وأن أنا أقدر أساعد الكمهور دايما من الأشياء العظيمة جدا أن أنت تفنش بدون هزيمة تفنش بأرقام قياسية كويسة جدا وقوية جدا وده الحقيقة اللي ممكن كنا لمسينه في البداية حسبنا الدوري لكان كان عندنا مباراة مهمة جدا وهي مباراة الزمالك إنه مهمة جدا وما يزال ذى إدري حضر الأديل مباراة أبلل تطوي إذنه أيضا نقاتز قد يوم هو دشر الإبات من أن تقصد هزيمك من العبادة اليوم جدا ومهتم سعزيمون لديهم ومتعون ثم أعداد نعم كيف مهتم لديهم أحضر هزيمة أن يكونون سعزيمون أيضا مع دلوقتي أنه جدا يطرقين يا رسالة جدا وهذا لديهم في يتمكن منذ مشاتره ومتعون وكيفة ليشة جدا من أرходит على تراين من هوّ ويشكرا للقناة في جانب ما فيه ويشكرا للعامل ويشكرا أبداً ويشكرا لأخذ أفعل ذلك ويشكرا فأنتم ويشكرا في النقاط عن معاملات أو أحدثات بالفعل فلن أجل أعطي وأن أتحدث عن المعارض أو أجل أن أخذ أن أعطي من المعارض واحد أو اثنين أو مجموعة برأة تسترخي شوية أو يبقى فيه شوية تراخي لازم أنا بتدخل على طول وبدأ أن أشتغل معهم عشان خاطر نبدأ دائما في الحلقة دي على التركيز دي أخيراً على المرحلة اللي جاية هيبدأ مصر كولر يريح بعض اللاعبين يبدأ ندي فرص في شكل كبير جداً لأن المجو كان كبير جداً جداً على مدار الموسم بالنسبة لك هل معظل التعب المحتوى مستخacho سي لكننا لا يقدم الظهر لدينا ونحن سننفذ بشدة غير مدينة لأنه يناول عمل جديد ، لأنه مدينة جداً ونفذتها ونفذها مدينة مدينة ونفذها المدينة ونفذها مدينة أفضل وشى جداً يفعل لتدوير إحنا أكتر فرقة بتعمل تدوير طول الوقت فهنشوف الفترة الجاية هنعمل التدوير بتاعنا ازاي والعدد بتاعها هيبقى ازاي الفترة اللي جاية لأننا بالنسبة لي لأسف موسم لسا مخلص موسم لسا مكمل ولازم أكسب المشارات اللي جاية وهلعب على كده المشارات اللي جاية عشان كده مهم جدا بالنسبة لنا إنحنا ناخد أجازة طويلة في آخر المسم لأن دا هيدمر الموسم اللي جاي إن أنا لو ما أخدناش أجهزة طويلة وأنا للأسف لغاية دولتي مش عارف المواعيد بتاعة البطولات والدنيا هتبدأ إمتى عشان أجهز فترة الإعداد ودي أجهزات كبيرة لأن اللعبة دي محتاجة جدا إنها تفصل فترة طويلة عن الكورة عشان تقدر تبني الموسم الجاية ولا اللعبة هتوقع مانك السنة الجاية كل الشكر والتأدير الحقيقة لمستر كولر لعبة النادي الآلي للجهاز الفني على المجود الكبير على النادي الآلي للجهاز الفني على المجود الكبير جدا بوز البداية من مجلس إدارة النادي الآلي كابتن محمود الخطيب لجنة الكورة لكل الحقيقة اكتد بشكل بير جدا عشان النادي الآلي كب معلاء ألف مبروك فوز غالي والله ما ريفين كايب سعنا نطلعنا هوا وسمكة بالكالب بتربونة عادي جدا كالب بتربونة؟ بيبركوله 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 أيوة هوا وسمكة نعمل لايف لاو وسمكة ماننا نعرفه مبسوط وفرحانا طبعا أصعب جفل لأصعب محمد شريف لأربعة لازم ياخد حقه حلوة نتيجة حلوة وفرحة حلوة وزي ما بقال لك قبل المباراة مخلص الدورش مخلص الدوري فرحة ما بتكسب زمالك الموضوع مختلف عند اللعيب وعند الجهاز وعند الجماهير مهما كنت انت حاسم الدور الحمد لله لكن مباراة أهل وزمالك ليها حاجة خاصة بس كمال النهاردة فرحة مزدوجة طبعا يعني بطول الدوري وكمان كسبان الزمالك برو باعية الرباعية طبعا نتيجة نتيجة عالية جدا لكن انت كده كده الحمد لله كنت داخل مباراة والدوري كان حسن تماما لكن انت نهاردة مش مش عايش حدي حتى لو عادل قال لك انا مش هتداي احنا مش هتداي بس لأ وليه مش عايزين عكنا مش عايق أو وليه يعني ليه أفتح حوار ما افتحش الحوار ده أدام قادر أكسب هلعب وأكسب ودي الواقع اللعب بها كولر النهاردة اه زي ما تفانوا قلنا بالشوطين توقيت الأهداف كان ممتاز بالنسبة لعادة النادي الأهلي لكن من بداية المباراة عايما رغبتك واضحة انت عايز تكسب انت مش جاية قد تسعين ديئة وانا ما اخذ الدوري مش فاني معها لا 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 الموضوع مختلف مع النقص للمرة المليون النقص الشديد جدا فأهم خط عندك صح فوسط الملع فوسط الملع اه ديانج النهاردة شاية المسئولية مش طبعية ديانج النهاردة اه كل احترام لحسنين الشحات ان هو راجل مباراة لكن انا لكم بيدنا ديانج النهاردة ديانج يا ايمن الهدف الرابع جاف ديانج كام حاجة وثمانين ولا حاجة في نهاية المباراة في نهاية المباراة وديانج اكتر واحد جري وهو تدوى تسعين تدوى تسعين يعني اكتر واحد جري في موراه بيكمل لسه في ديانج النهاردة تدوى تسعين ما شاء الله طبعا يعني الله اكبر وعملوا كل العرض حلو اوي شايف شريف وطبعا شريف تحرك كويس اوي اوي هي بيبص امي في واحد يتحرك برا الـ 18 يتحرك زي ما اتحرك في واحد بيعارب بيعام هو بيجيب من الاخر يعني انت كتفيك الميزة دي اللي اتحرك كل واحد دي ميزته الميزة بتاعت محمد شريف الثمنتاشر المناطق الخطر بيعرف بيعرف يقف ازاي بيستقبل ازاي دي محتاجة لمسة دي محتاجة لمسة بيعرف كويس اوي صح فطبعا النهاردة لا انا بالنسبة لي يعني بالنسبة لي رأي الشخصي ديانج احسين طبعا هدفينه كل حاجة لكن انا شاف ديانج النهاردة امتياز لانه شال النهاردة ضعب الوسط الملعب كله عليه هو صح بص في عامل مساعدة بس يمش في النادل الاهلي في الزمالك الطريقة اللي يعب بها الزمالك في الشوط الاول ساعدت ديانج ان هو يتحقق فلوس الملعب تماما حتى لو هو الوحده اه فاخري لسه لعيب صغير وبيحاول لكن المباراة برضو مباراة اهل وزمالك ليها ليها رهبة شوي اللي بيقدر يستحملها بيقدر ما بيقدرش ما بيقدرش هلوم عليه لكن ده مباراة اهل وزمالك بتبقى مفتاح كده لك لتقديم نفسك للجمهور الكويس او لكن النهاردة النهاردة النادل الاهلي فوز مقنع واقنع جماهير وشوط اول ممتاز ممكن زمالك بعد ما عدل حاول يخش في المباراة ثاني لكن هو هو برضو النادل الاهلي هو النادل الاهلي اللي قدر يتحقق في رتم الشوط التاني وهو المكمل يعني انت بتخيل فريق غالب 3 واحد وهو في الديئة 93 هو اللي بيدور على الهدف يعني دي بص ايما العقلية دي ممكن ما تلاحش عند اي فريق العقلية دي لا يعني ممكن فريق تاني وصلنا الديئة 93 طب ما نسترى في نص الملعب وخلاص الكرة دي طلعها بره يعني احلى الوقت سيقول لكن لا العقلية من اول ديئة انا ننزل لكسا لحد ديئة 93 90 انا بفق ركسها فهي دي دي عقلية العقلية لعبة النادر الاهل وده الفكر الكولر انا كسبان 3 واحد طب انا دفع ليه مصبور من ادور على الرابع لان الفريق المنافس عايز يجيب جول حتى يخلي الشكل حلو يبقى تازة 2 ولا حاج لا طب ما ندور على الرابع حصل دور على الرابع فطبعا النتيجة ممتازة العيد النادر لا لألف فبروك على اداء وشوط الاول كان طبعا اقصى من الرأة شوط تاني الامور التمام واربع نتيجة عالية جدا على ناد الزمالك واحتفال بالدور والجماهير وفرحان اللي راح بلستاد وفي كل حتة في العالم كله مبسوط النهار ده ان انا كسبت زي من قول هتفضل المنافس التقليدي بتاعك هو الزمالك على فكرك حتى لو هو مش هو منافس التنادي انا كنت بتكلم معاك الوقت انا وانت وعادل هو التنادي مش المنافس بتاعك الزمالك لكن سيظل الزمالك هو المنافس للنادي الاهلي لانه هو الوحيد اللي ممكن ياخد منك دوري ممكن الاسماعيل طبعا كان السنين كتيرة لكن اسماعيل الوقت يعني بتمنى العودة ان شاء الله مسلم القادم وبلاش العاكل اللي حصل بداية الموسم دا الاسماعيل كان راح في مكان كده كربنا الحمد لله سطر طبعا الف الف مبروك النادي الاهلي التاني تتبقى بالدوري فوزك عز مالك فرحة جماهيرك الكبيرة فرحة جهازك وكلها الفرحان جدا النهاردة فرحة هتلاقي مختلفة امن عن كل مباراة او مباراة الزمالك لا غير يعني فرحة محمد شريف النهاردة الهدف الرابع لا هتلاقي هتلاقي هدف الهدف الهدف الشعاعات النهاردة بيتكتبوا في التاريخ الى ما شاء الله يعني اللي بيتجيب جول في الزمالك بيتكتب كده الناس كلها تقع حفظوهم فالنهاردة الف وبروك نتيجة ممتازة وهداء جميل المشرف وفعلا لعبة النادي الاهلي هو دي لعبة النادي الاهلي الرجالة ودائما بيحب كسبه وبيفرح جمهورهم في الف مبروك زي ما قال الكابن علاء والاهلي دائما بيسعى لإسعاد جماهيره وما زالت الفرحة مستمرة الكابن سامة الف مبروك ودائما الاهلي يسعى لإسعاد جماهيره ما فيش شك طبعا مبروك للمجلس الإدارة لجهاز الفني اللاعبين للجماهير اللي هم النهاردة أكيد فرحتهم غير عادية توجنا بالدوري وأكيد الفرحة كانت كبيرة جدا ولكن أكيد هم ازدادوا فرح النهاردة بمكسبهم للمنافس التقنيدي نادي الزمالك وكمان بنتيجة كبيرة وأداء أكتر من ممتاز وخاصة طبعا الشوط الأول اللي كان تقريبا في اتجاه واحد معظمه يعني النهاردة الأهلي عمل فوس كبير قوي من النتائج الكبيرة 4-1 صحيح في نتائج حصلت قبل كده كتير زي 6-1 وزي 5-3 وزي لكن من النتائج الكبيرة جدا سكور كبير 4-1 وكمان الشوط الأولاني لو كان فيه تركيز أكتر وإسرار في الفرص اللي بتيجي كان ممكن نتيجة توسع عن كده بكتير لكن انت برضو طالع الشوط الأولاني 3-0 نتيجة برضو مش سهلة 3-0 على نادي المنافس التقليدي لكن كانت ممكن تبقى أكتر من كده خاصة الشوط الأولاني العيبة كلها نهاردة بتلعب بفرحة يعني ومش مضغوطين وبالعاب وهم مبسوطين يعني الواحد حاسس به يعني لكن يعني في ناس كانوا مجيدين بدرجة كبيرة جدا على رأسهم طبعا حسين الشحات وافشة من وجهة نظري وديانج ومحمد هاني الأربعة دولت وبعد كده معلول كمان معهم لكن أولا بالنسبة لنا شحات وافشة يليهم هاني وديانج لكن افشة والشحات كانوا أكتر من رائعين قادوا وسط الملعب والخط الأمامي بشكل كويس قوي سواء في بناء العجمات في إنهاء العجمات في الانطلاق لقدام للسيطرة على وسط الملعب يعني يقدوا بشكل كويس الأطراف طبعا كتهايلة هاني ومعلول عملوا ماتش كبير دينج بالجهد الكبير اللي بازلوا في وسط الملعب في مساحة كبيرة يعني فالناس كتير كانت كويس طبعا يازر كويس معلول عبد المنعم شناوي يعني في ناس كتير كانت قدت بشكل كويس حتى في بعض التغييرات كانت قدت بشكل كويس ونجحت لما نزلت دادي الزمالك الشيط الأولاني كلنا طبعا اتفاجئنا إنه الراجل ما بلعبش بوسط ملعب مدافع ودي حاجة بالظبط زي ما بتكون بتنتحر يعني أولا أنت ما بتلعبش فرقة صغيرة وحتى لو بتلعب فرقة صغيرة والشكل الهجومي دا والعدد الكبير من الهجمين دا هيخوفهم ويبقوا قلقانين وإمكانيات لعبتهم تقلقهم إنه أولا في الهجمة ليهم مش هيبقوا خاطرين أو مش هيعرفوا ينهو الهجمات أوي وفي الحاجة التانية لما بتلعب عليهم بعدد كبير من الهجمين كده المدافعين بيقلقوا المداربين بطاعتهم بيقلقوا كبيرة جدا في وسط الملعب وده اللي حصل يعني الشوت الأولاني أفشا وديانج والشحات بلعبه خالص بلعبه بأرياحية كبيرة جدا ومساحات شاسعة مفيش لغيره أبو الفتوح اللي واقف وأساسا مش ارتكاز يعني هو الوحده وكمان زيزو كان أحيانا بيحاول يساعده لكن برضو الملعب كان مفتوح عليهم أو في نص الملعب الشوت التاني هو عدل من هذا الشكل ونعب نزل مرة واحدة السيسي ورؤة ومحمد طريق باكرايت وبعد كده نزل عمر جابر إلى حد كبير ابتدت يبقى فيه سيطرة في وسط الملعب يعني رؤة ابتدى يعمل سيطرة شوية في وسط الملعب فالأمور كان فيها توازن الشوت التاني ولكن في مجمل اللقاء ما فيه شك أن النادي الأهلي هو اللي كان أفضل هو اللي فرصه أكتر هو اللي سجل أربع أهداف يعني مباراة رائعة من النادي الأهلي زي عادة النادي الأهلي ونتيجة كبيرة وطبعا فيه دربة جزاء لحسين الشحات كمان كابتن ناصر عباسي كامل عليها كانت تفري كتير قوي لو جات واضطرد محمد عبد الغني وفي شترة وليه فيه كرة في القائم الأيصر أكتر من رائع على الأفشة فكان عندك فرص كتير جدا أنك كمان تضعف النتيجة فهي المباراة في مجملها لعبا ونتيجة في صالح النادي الأهلي وسكور يعتبر هيفي سكور صحيح فمبروك مبروك الحمد لله اللي بارك نروح سريعا لزميلنا كريم أحمد ملع مبارا ولقاء مع علي معلول نجم النادي الأهلي مجد التحية من جديد لكل جمهور للنادي الأهلي مبارك لكل الجمهور للعيبة الرجالة علي معلول زينما بنقول في كل مرة واحد من أعظم لعيبة اللي دخلت النادي الأهلي فوز مهم جدا بطولة الدوري مهمة جدا مبروك علي مبارك للجمهور حابب تقول على اللحظات المهمة جدا بوال حاش الحمد لله مبروك لكل جماعير النادي الأهلي للفوز باللقاب الدوري ورجوع ثاني مرة البيتو من أورو جديد لكن كنا نعرف أن الدوري تحسن من الجولة الفارطة لكن مقابلة الدربية تقعد مقابلة كبيرة مع الغريم التقليدي متانا ركزنا على المقابلة ركزنا لنازم ننتصره اليوم مش نكملوا في السلسلة الإيجابية متاع النادي الأهلي الحمد لله العيبين اليوم كل قدمه مردود كبير في قيمة تشارة النادي الأهلي الحمد لله انتصار مهم يخلينا نعزوا صدارها متانا وإن شاء الله نكملوا الدوري هذا هذا اللي ممكن يقول عليك كل جمهورنا دي الأهلي العظيم على روحهم وإسرارهم ومسندتهم اتايمة عليهم أكيد أكيد محتاجين إشاذة من علي معلول جمهير ندي الأهلي هي ديمة رقم واحد ديمة هي خير صند للعائبين في الأوقات الصعبة أقبل الأوقات الفرحة هذا اللي تعودنا علي من جمهير ندي الأهلي وإن شاء الله ديمة نكون عد حسن طنف مبارك أكيد لكل جمهور ندي الأهلي وعلي معلول لكن مستمرين مع كل مشاهدي كبنا عادل ألف مبروك فرحة مضاعفة النهاردة بسهما لا خلاص ده ندع نتولك مسكرة هقولك حاجة أولا أنا النهاردة سعيد جدا بالإنجاز اللي اتعمل انت فنشت الدول قبلها بخمس أسابيع ودي حاجة تحسب فأنا بشكر كل اللي كان ليد في اللي هو فرحنا السنة دي من أول رولا جمهور الأهل العظيم ده رقم واحد رقم اثنين مجلس إدارتنا رقم ثلاثة جهاز الكرة اللي هو أنا بعتبر ان أهم عنصر عنده اللي هو اللاعبين وطبعا كلار اللي السنة دي عمل فكرة جيدة جدا وانا سعيد بها وتجربة جيدة يجب ان هي تدرس من مدربين بمعنى يمكن اقول لك كلمة سر انا اول مرة اقوله فضل انا شكيت فيه في الاول لانه كان بيدور كتير اوه في لعيبة وكل مباراة لعيم غير سبعة ستة تمن لعيبة في بداية الموسم وانا دايما بقول في بداية الموسم لازم السبات في حتة السبات في حتة التشكيل في بداية الموسم وفي اخر الموسم انت بتدور في اللاعبين عشان نكون بنبقى بمجهدين لكن هو قلب الهرم ولازم الناس تعرف دي انت السنتين اللي فاتوا بتخسر بطولة الدوري في الوقت ده من السنة بيبقى في الوقت ده من السنة عندك اصابات اصابات كتير جدا كتير جدا لدرجة انك انت لعبت بالنشئين السنة اللي فاتت وده كان قرار من القرارات المصيرية اللي رجعت النادي الاهلي وده قرار حكيم جدا وعجبني جدا وده لازم القرار ده يدرس برضه لانه هايل قرار هايل فيه جراءة كتير قوي ولكن افدتنا افدتنا احنا كنادي اهلي وافدتنا كتير بدليل انك انت واصل في الوقت ده انك انت تبقى في اليقة البدنية بتاعتك اخر المباراة انت جاي بجون في النادي الزمانك في اخر الشوت الثاني جاي في ديئة الثلاثة والسعين وكل ما تشطك انت بتفنش مع الوداد بتفنش بعد في الوقت ده من السنة بعد ده برده ملعبت كاس العالم للاندية ولعبت غاية تما وصلت الفاينال افريقيا وقصبت افريقيا فانت في الايجاد فكل الحاجات دي انا بشكرهم عليها اما بقى ادخل على مباراة النهاردة انا زعلان منهم جدا تدخل طب نروح الاول لزميلنا وترجعلي 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 نروح لزميلنا ترجعلي عشان ديمهن مع سامي ومصام مدرب النادي دالية ونرجع على حالتكم مرة كابتن سامي برحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي فرحة حلوة كان مهم جدا ان انا اختم الدوري او اختم الاحتفالية بفوز على نادي الزمالك اربعة واحد مليوم مبروك على موسم صعب جدا خمس بطولات ومليوم مبروك على الفوز على الزمالك اولا طبعا بشكرك طبعا على الكلام ده ومبروك لكابتن ايمان وضيوفه زي ما انت قلت كان مهم جدا النهاردة اللي احنا نختم باختام مميز ومتلاح فرقة كبيرة النهاردة اعتقد الحمد لله النتيجة واداء والحمد لله كان شكلنا كويس جدا في الملعب سواء المستوى الفردي أو السواء الجماعي وحتى الاهداف اعتقد ان النهاردة اكبر رد لنا على الاخفاق اللي حصل السنتين الفاتت في الدور العام جمهورنا دي الاهلي انا عرف اللي واستحق اكتر واكتر لكن احنا وعدناهم من السنة اللي فاتت ان ان شاء الله كل البطاعة اللي هنشارك فيها ان شاء الله نقدر نحققها والحمد لله ده بالفعل اللي حصل ان شاء الله اللي جاي افضل لنا والجمهورنا ودايما بدعمهم احنا بنمشي ونستمر اكتر وناخد قوتنا منهم فبشكرهم طبعا على الحضور وبشكرهم على الروح دي وبشكرهم على اللي هما كانوا دايما في ظهرنا في الاوقات الصعبة قبل الحلوة فكل الشكر لهم ودايما يا رب ان شاء الله دايما نفرح جمهورنا دي الاهلي كابتان سامي ونصاد على مستوى الشخصي واحد من ولاد النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي لو الطلب منه يكون موجود في اي مكان في النادي الاهلي ما بيقولش لأ بيقول نعم محاضر مدير فن فترة مؤقتة زي ما قلنا بيقول نعم محاضر الاخلاص والحب اعتقد هو بتيبقى سمة مهمة جدا في اي فرض داخل منظومة النادي الاهلي يعني جسنا يعني زي ما انت قلت اي حد بنت من النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا يعني بغدر نظر عن اسمك او تاريخك او مهما تكون انت كنت نجمة وما كنتش نجمة فالنادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لأي حد يعني الحمد لله انا دي الاهلي كبرني وحطني في مكانة كبيرة جدا باشكر ربنا عليها طبعا ممكن ربنا مسا عوضني الفترة اللي هي بتاعت اللعب في التدريب الحمد لله فباشكر ربنا وده فضل من عند ربنا الواحد بيتعب ويكتهده الحمد لله اللي يكون مرضوط ده للنادي والمجلس الدارة اللي هما يسخوا في الواحد فأعتقد الحمد لله ده اكبر رد من ربنا وردي جدا طبعا على الواحد فيه وده زي ما انت قلت الواحد هيفضل خدام لطراب النادي الاهلي لان اي حد مش انا بس ده اي حد بنتمي النادي الاهلي اتمنى يكون في المكانة دي اتمنى لو يقدم النادي الاهلي في اي اي وزيش موجود يعني حسنتوا الدوري قبل المباراة لكن ازاي حضرتوا وعارفين انها بطولة تانية وعارفين انها مبوء مبارا مهم اي اهم المعالم الفنية اللي اتكلم فيها مستر مارسل كولور قبل هذه المباراة ازاي ما قلت لك هو الراجل حاس طبعا مجمونا دي الاهلي وعارف كويس عن اي مباراة قمة وعارف يعني اي ازاي انت بتلع فرق بيه ازاي ناس زمالك وعارف اللي انت عاوز تحقق انجازات وحاجات ليك ولناديك النهاردة الحمد لله اتمنى اللي احنا انيني المسم نحن لدينا دي الخبرات كبيرة جدا يعني مقدر ينيو النادي اهلي واشرت النادي الاهلي بداية من الشناях ولحد اصغل لعيب في الفرق موجود فاعتقد ان المسئولات الى واضحة والت بالورتي الحمد لله بالنتيجة الكبيرة واعتقد ان يونج سعيد على الجمه النادي الاهلي وان شاء الله دايمان ان شاء الله في فرح النادي الاهلي جزاع شكرا كابتن سامي والسة مستني منكم كتير ويسمح النادي الاهلي بدون منافسة تذكر استحق النادي الاهلي اللقب هذا المسلم النادي الاهلي استحق اللقب هذا المسلم النهاردة الفرحة النهاردة والمكسب النهاردة ولو تفتكر احنا من ثلاث ماتشوات قلنا حنتوق بالدور النهاردة فالنهاردة فعلا الفرحة بتاعت الدوري بانت النهاردة انك تفوز على نتزة مالك اربعة واحد وانت لسه اخد الدوري حكاية كبيرة قوي كل أهلوية فاهمين نحن بنقول إيه كل أهلوية فرحته من النهاردة لا توصف بس في أهلوية كتير كانوا متوقعين النهاردة تبقى النتيجة كبيرة في عم آه في أهلوية كتيرة أنا من الناس ما كنتش بتوقع النتيجة الكبيرة دي بصراحة أنا جاي هنا من النهاردة بقول يعني لو في مكسب حيبقى مكسب مش بهذا الشكل أو شكل تعدولي نهاردة أنا كنت بأتكلم على شكل تعدولي فخلاص لعبة مرياحة وتلعب بهدوء وكلام من ده ولكن الرغبة في التهديف والشكل اللي حصل من حسين الشحات وبيقطع كرة وبيروح لغاية هناك وبيصامم النشوط وبيحاول ما حاولها بتفرز عن أهداف يعني حاول مرتين بهدفين كويسين أولا وحاول وراه معلول برؤية أو ثقة بقى خلاص الهدف التالت وكان عندك كهرباء ممكن يزود وكان عندك أفشة عام المباراة النهاردة أول هفتاي من الحقيقة معلوله أفشة كرة بتبقى فرج ليهم محترمة جدا كرة ليها ثقل كده وإزاي بتتوزع وإزاي لعيبة لا تخشى أي شيء لعيبة عندها شخصية في الملعب عندك كام لعيب في الملعب يهزوا وأي فريق بيطلعه وأنا قلت لك من قبل المباراة لو الأهلي أحرز هدف في سبك التهديف وبدري ده حيخلي توازن نادي الزمالك وحيخلي برة التركيز خالص وده اللي حصل لأولا هفتاي مش معنى نادي الزمالك الطريقة اللي لعب بيها اللي هي ثلاثة اثنين اربعة واحد اللي بيلعب بيها كل المنشاط اللي فاتت اللي أحرز بيها ست أهداف وأحرز بيها ثلاث أهداف وعد من خسارة هدفين وجاب ثلاث أهداف مش النهاردة إنك انت بتحاس بتقول انت النهاردة ما لقيتش في نص ملعب أو بارتكاز ولكن المنافس مختلف المنافس حاجة تانية آآ يبلك ويجوز كلمة علامة يوب إنه الرجل بينتحر يعني نبلعب مع فرقة وانتحر نهاردة آآ وانتحن آآ وفطان انتحن كنا عاديين نقولها قبل لو لعب بالطريقة دي حيبقى بينتحر بس احنا ما نقدرش نقولي الكلام ده قبل المباراة إلا بعد النتيجة نتيجة الوضع شكله عملت زي فالأهل النهاردة موفق جدا في كل كرة بتروح عنده الرغبة آآ مش هايب الموقف نفسه مش خافي تغلب عارف لو خافي تغلب انت شفت لما شونت التاني حاب يحافظ على التلت أهداف بقى فين الرغبة عندنا الزمالك إنه هو اللي حيعود أنا قلت لك الأهلي هل من مزيد ولا زمالك حيعود للمباراة في الهفتايم فالزمالك لازم حيكون عنده الشخصية إنه هو عايز يعود الجماهير اللاعدة دي مستنيه منه الراجل أيكن وستيقظ وعمل حالة اتجاز لنفسه وبقى هو الكرة التانية بتاعته وانت فرقيتك بتلعب على قد التلت أهداف اللي في جيبها عايزين كل الكرة السليمة عارف يروح لغاية هناك وحط الكرة الرابعة أهلا بيك وحيرجع برضه واحدة بتاتا تاتا كده بالراحة والسنتر الكرة ويسيبك انت الضغوط كلها عليك انت ففعلا بعد التلت أهداف كان الضغوط كلها على نادي الزمالك يعني كل اللعيبة عايزة طيارة هليكوبتر ساعتها في الملعب مش عالفين يعملوها ازاي او بيدوا كل اللي عندهم واحتلاف اللعيبة لما بتنزل انت بتعود على لعيبة معينة تعود عنك اول شوط بتتفرج على الزمالك بيسلم شيكبالة وزيزو بس بيدوروا على زيزو وشيكبالة مفيش حد تاني نضاي او جزيري او 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 من العلامات اللي هي مؤسرة واللي بيحاولوا يعملوه اعتقد ان انت عندك ديفينس النهاردة واعي ومستايكس جدا عبد المانع مواسر النهاردة كانوا حالة جيدة مع العبكاري بقى معلولي ان انا بشوفه ويفتح النهاردة سبرينتات اول طايم بيجروا على راجل سبرينت تيتا تيت المفوضة عيلة صغر منه ويروحوا ويقطعوا ويرجعوا ويرجعوا من اللي يبني هجمة صحيح ده التفوق صحيح ده كيفية التعامل في الفرق الامكانيات ففي حاجة كتير ان هو النهاردة ايجابيات انما عشان تقولي النهاردة انا بقولك انا بافرح النهاردة بالدوري بجد فرحتي بالدوري النهاردة فقط انا مفرحتش يعني الدوري ما اسامة قالك وقعد او ده الطبيعي اسامة هيلك من قد ست اسابيع من اكتر عشاء اسابيع ست اسابيع لك الدوري خلاص عندنا الدوري عندنا من كل حاجة بس الدوري عندنا النهاردة صحيح ده دوري تاني ده وجمهر النادي يعني فهمنا بقول ليه وكلكم فهمين والدنيا كلها فهمة فعرف مبروك لنادي الاهلي النهاردة وعبال اللي جاء إن شاء الله ويعدي المسلم بدون أي خسارة بإذن الله هيبقى إنجاز ضمن الإنجازات ونعدي النقطة التسعين أنا عايز أعدي التسعين تبقى تسعين إن شاء الله لو وصلت التسعين بقى تبقى عديت يبقى مرسل كولر ده في حتة تانية بقى وأنا ببارك طبعا لإدارة نادي الاهلي كلها لإن مكسب أي حاجة في الدنيا هو الإدارة فالإدارة موفقة في كل حاجة إذا كان من أول كابتن محمود لغاية كابتن سيد عبد حفيز لغاية حارس يعني كلنا ببارك للناس كلها على اللي إحنا فيه أبقى أشكر اللعيبة وكلمة السر جماهيرنا العظيم وكلمة السر تشيرت الأحمر اللي بيفرح الدنيا كلها طيب نروح لزميلنا فروح صلاح ولقاء مع كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة بالنديب مليون مبروكة كابتن أيمن مليون مبروك لكل جماهير للنادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز اللي بيشهد على موسم من أهم المواسم التاريخية في تاريخ للنادي الأهلي كابتن سيد مبروك على حاجات كتير مبروك على الثقة مبروك على الجمهور العظيم مبروك على النهاية الحلوة لدرع الدوري مبروك عودة دور الجزيرة أقول الحمد لله كان مهم قوي قوي إن إحنا نبرز البطولات اللي إحنا أخذناها ونقدم عرض النهاردة يليق باسم ومكانة النادي الأهلي يليق ببطل أفريقيا يليق ببطل الدوري يليق ببطل الكاسي يليق ببطل السوبر في بداية ويليق ببطل السوبر في شهر مايو اللي فات يعني الحمد لله تقدر تفرح النهاردة بقلبك بجد لأن كان مهم قوي إن إنت مع المنافس التقليدي بتاعك إن إنت تختم بشكل كويس النهاردة جمهور الأهلي هيفرح أكتر وأكتر هيفرح بفرقيته هيفرح بلعبته هيفرح بنجوم هيفرح بإدارته هيفرح بجهازه هيفرح بكل حاجة حلوة عاملة السنة دي شفتك قبل الماتش على الرغم إن إنت البطولة الخامسة وحاسم الدوري لكن شايف شوية قلق قلق طبيعي من الكابتن سيد عبد حفيز شفتك التسخين وقفته بره شوية القلق ده سببه يا كابتن سيد أقول اللي بيشتغل الشغلانة بتاعيتنا دي يعني يتساوع عنه عنده الزم والمتح يعني يعني زي ما الناس بتمدحك في كتير من الأوقات وهيجي وقت وتنتقدك كان مهم جدا إن إحنا نختم الموسم مش عايز أقول لسه فضل أربع مطشاط لكن في نفس الوقت كان مهم هو إن إنت تقول للجمهور اللي بيجاي السامت أنه ده بطل أفريقيا وأنه ده بطل الدوري مكسب كبير أو علانة زمالك أربع وحد علاء لا 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 عادل اللي ييجي دوره كابتن علاء الآلي الآلي هذا الموسم خارج المقارنات على المستوين المحلي والقار طبعا إذا كنت بتكلم معك بقول لك أيما الموسم ده موسم سيسناف كل حاجة في المكاسب بتاعتك أو في البطلات الحمد لله لكن إنت في موسم يعني الحمد لله طبعا يا رب دايما مش طبيعي لو دخلت مقارنة مع أي فريق لأ إنت في حيطة تانية خالص الحمد لله عن مستوى المحلي عن مستوى القاري الحمد لله نادل أهلي لأ في مكان بعيد جدا 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 عن باقي المنافسين ودي الحاجة اللي دايما النادل أهلي اللي بمازل النادل ما تسمعنا المزيك؟ سطلنا ماشي باعة طب شغاله ولاش نتكلم معه ما هو بتختارك الأحديث النادل أهلي أيما دي مثل النادل أهلي النادل أهلي عمره ما بيزبط عند حد دايما متطلع للأحسن متطلع للأحسن دايما بيقول لك كلمة هنا وكل اللي بنتكلم فيها البطولات الجامعة النادل لها دي كلها مش من فراغ صح ما فيش نادي بيدور على بطولة بيخلصها بيدورها هو ده ده سر ده سر اللي جوه النادل أهلي اللي أي حد بيخش النادل أهلي على طول بيقى في الموضوع ده بطولة الحمد لله بيحمد ربنا ويبدأ فكر في بطولة تانية والتالتة وهكذا دايما بتبص انت عايز توصل لإيه انت انت بتقارب نفسك بناس تانية خالص مع كل الاحترام على مستوى المحلي والأفريخي انت عينك على ناس بعيدة قوي عشان كده انت دايما تطلعتك علي قوي بعيدة قوي لأعلى قوي فانت انت بتحاول توصل لأعلى حاجة عشان كده الحمد لله طبعا وفي توفيق من عند ربنا عشان انت عايز توصل للأحسن فربنا في وقت كده بيسهل لك الأمور ان انت عايز توصل للأحسن انت بتستكفاش انت بتكسر بطولة انا عايز اكسر بطولة تانية اه الحمد لله وتسيب البطولة وبص على البطولة التانية التفكير ده والنوعية دي مع الاحترام لكل الناس موجودة في نادي واحد بس في مصر في أفريقيا في أي حتة في النادي الأهلي بس هو ده النادي الأهلي شاكب نكي اللي بقولك النادي الأهلي ريال مدريد شاكب ماشيستر سيتي الان دي لها عندها بس خل بالك حتى حتى اللي بيدخل علينا او بيدخل علي النادي الأهلي على طول بيتطبع بالطبع دي انا بقولك ايما انت مجرد حتى وانت ناشئ شبل مجرد لما ربنا بكرمك تؤفره النشئي في النادي الأهلي او ما تطلع لك كده في النادي اقسم بالله من غير ما حد يكلمك انت بتتطبع بالطبع ده بتحس ان الهوى نفسه في كده انت بتشم ده نادي بطولات ده نادي مختلف مختلف ده نادي في نظام ده نادي ما يعني خدت بطولة شكرا اللي بعدها اللي بقولك وانت صغير يعني واحنا بمدرس الكورة يعني ممكن انا الحمد لله من وانا صغير جدا في النادي الأهلي ممكن كابتن شريف ممكن عادل يعني حتى اوسامة كان في المقولين يوم مؤسامة جنة انا مجرد بسأله اول ما دخل نادي قال خلاص الموضوع انت انت نفس الكلام فهو ده ده السر اللي ولو سألت ليه تقولك معرفش اي لا ما فيش سبب والله ما فيش سبب يا عيمن صحيح السر في ده مش معروف النادي الأهلي النادي الأهلي تسمع النادي الأهلي بقى يعني اول ما تقترم بالنادي الأهلي انت تطبعت بالطبع ده ولك وانت صغير مش في الكورة بس على فكرة صحيح في كل الألعاب اللي في النادي الأهلي صحيح اي لعبة اي لعبة مختلفة بيخسر مثلا بطولة في الموسم بتحس ان هو في حالة جنان انا ازاي اخسر بطولة فهو ده النادي الاهلي بخيمه بمجلس دارته كلها على فكرة عمدار السنين المجلس دارة السنة دي واللي جاي واللي جاي واللي جاي هو ده النادي الاهلي ما بتغيرش عشان كده والله انا مش قصد حاجة لكن عزرا محد شكار نفسه بالنادي الاهلي النادي الاهلي ما كان الواحده خالص وعن جداره واستحقاه النادي الاهلي غير طبعا موضوع مختلف تماما طيب نروح مرة تانية لملعب المباراة ولقاء مع محمد شريف نجم النادي الاهلي استمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور للنادي الاهلي محمد شريف هدافل للنادي الاهلي مبروك يا شريف فوز مهم جدا كالعادة بطولة الدوري بطولة غالية لكن كمان النهاردة فرحتونا وفرحتو كل جمهور النادي الاهلي وانت كمان على المستوى الشخصي عشر أهداف هداف في النادي الأهلي ولسه كمان عندك كتير يا شريف حابب تقولي يا شريف النهار طبعا الحمد لله مكسب كبير باللعب فرة كبيرة زنان الزماليك آخرنا الدوري بس احنا كنا عايزين حتى وانت أخذ الدوري تنهل الدوري بشكل كويس احنا تعبنا جدا السنة دي فكان لازم نختم بأحسن صورة وان شاء الله اللي جاي بأحسن بإذن الله هداف في النادي الأهلي ولسه كمان عندك الكتير رغم قلة المشاركة لكن شريف عنده كتير جدا لسه فرصة بتيجي بيقدر يحرز أهداف وشريف كمان متواجد في النادي الأهلي وبقى في النادي الأهلي عمعتقد شريف الحمد لله طبعا كنا السنة دي فعلا ما بشاركش كتير بس لوعد الحمد لله برضو محافظ على الله هداف الفرة ثالث سنة عالتوالي محمد ربنا طبعا كده بتمنى لأنا طبعا أشارك أكتر انت عارفة كريم من كتر اللعب طبعا بيخلي عندك سكة أكتر واستمرارية وكل الحاجة بتاعها طبعا مع كتر اللعب فإن شاء الله أحاول أشتغل وعمل عليها وإن شاء الله الفترة جاية أرجع تاني شريف نشكر النادي الأهلي ومصنديتوا ليكم بشكل كامل ولسه كمان اللي جاية حابة تقول لكل الجمهورة طبعا بنشكرهم طبعا على دعمهم بيوفوا معنا دايما في كل مكان من روحه في ظهرنا فطبعا بنهديهم المكسب الكبير ده إن شاء الله الحمد لله مبروك أكيد لو أحد من نجوم النادي الأهلي الحقيقة محمد شريف فوز مهم جدا بالتأكيد بطولة غالية جدا بطولة الدورة النهاردة فوز عظيم الحقيقة على نادي الزمالك هم دولة عبت النادي الأهلي هم دولة أبطال النادي الأهلي يا رب إن شاء الله اللي جاي يكون في التصارات يا رب إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي وجمهوره يفضل سعيد كالعادة إن شاء الله بإذن الله كابتن أسامة كابتن أسامة اللي علي الدور ما علاق خلص؟ يمكن أنا قلت بعد المباراة أن النادي الأهلي احتوى الزمالك الشوت التاني كان ممكن مهاردة تطلع نتيجة تاريخية مظبوط أنا قلت لك الشوت الأولاني كان بسهولة جدا رغم أن 3-0 الشوت الأولاني دي نتيجة تقيلة يعني إحنا لعبنا كتير ما تشوت الزمالك صعب الشوت الأولاني نتيجة 3-0 نتيجة كبيرة ومع ذلك الشوت الأولاني لو اللعبة يعني ما استسهلتش الأمور وفي تركيز أكتر يعني عد أنت الكوار اللي ضعت أتلاقي أفشة واحدة في العرض برسيتها وفي واحدة طالت منه بس دي فيها سمتة وفيها أنا عارف كهرابا حط وحدة بالراحة حاتم سكر شالها من على خط هو كهرابا لما استلم وحش شوية في طولة بس يا تحسب يا أوسامة أن تحسب لسكر لكن لو مش موجود كانت أقول هدف له كهرابا لا مزبوط ما أقولش هو لما استلم الأول تولت منه فلما طلع صبحي كان على آخر يعني فحطها عدت خفيفة شوية يعني لو كان هو استلم صح من الأول كانت ممكن تبقى جون وغير كده أنا يعني معلم في الدقايق يعني الفرص اللي ضاعت فرص كبيرة جدا مزبوط كتير يعني معلول في واحدة عدة وعملها عرضية لو قطع كويس كان أعتقد كهربا كان ممكن تبقى جون فأكتر من كرة الشوط الأولاني لو استغلت كان ممكن نتيجة الشوط الأولاني تطلع خمسة ستة يعني مزبوط هيبقى عايز يرجع للقاء ابتدى يعدل شوية في نص الملعب أفل شوية في نص الملعب برؤة والسيسي يعني ابتدى يبقى في استحواز شوية أبو الفتوح رجع مكانه الطبيعي بك شمال زيزو ابتدى يلعب لقدام الأمور اتعدلت ودخلوا في اللقاء فالأمور الشوط التاني ابتدت تبقى رايح جاي لكن نادي الآله عمل مباراة كبيرة ويستحق والنتيجة اربعة برضو نتيجة ايه لبارب طيب نروح مرة أخرى الملعب براوز منا فاروق صلاح ولقاء مع محمد فخري لاعب النادي الأهلي خلينا نروح لبقى لمحمد فخري فخري مليون مبروك النهاردة مباراة الزي أهلي والزمالك مباراة بتبقى ولاد النجوم تقب بتبقى فرصة مهمة خلينا بركلك على درق الدوري على بطولاتك مع النادي الأهلي فخري واحد من اللعيبة اللي الجماهير لسه مستنيه منه كتير مبروك يا فخري على الفوز النهاردة مبروك على بطولة الدوري الله أبارك فيك فاروق ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي بطولة عظيمة رقم 43 أنا كده في النادي بالي دلوقتي خمس سنين عشر بطولات فأنت عارف فيه فانديها تانا ما جابتش عشر بطولات أصلا فبحمد ربنا على كل ده وإن شاء الله لسه قدامنا كتير اللي احنا نحققه وبإذن اللي جاي أحسن على رأيه أفشا يعني إن شاء الله الخوف من اللي جاي مش اللي بعد كده فاخري ثقة كبيرة جدا من مستر مارسل كولر في فاخري وأنا عارف على المستوى الشخصي عارف أن الرجل بيصق فيك قالك النهاردة قبل المباراة وحضرك إزال المباراة دي هو ما كانش بتكلم معي قبل ماتش ده كان بتكلم معي قبل ماتش الاتحاد قال أنا واسق فيك وعارف النهائي ديني في ماتش زي ده كده يعني دي مشاطي تأتي قبل أن نحسم الدوري كمان والحمد لله كان كنت أنا أعدي السعيقة دي والحمد لله قديت كوي حاجة تاني خلي واشترك إنا بقى شوية أنا مستنية أنا قلت كلمتين الأول وقلت لك الأسباب اللي هم كسبها ناردن زعلان من فرقة الندل آل ولعبت الندل آل رغم المكسب زعلان من النوم جدا أضعنا فوز تاريخي ليه إلى الآن موسماني كسب خمسة ومن والجزيك كسب ستة وأنت أتمنى أن يكسبوا سبع النهار وكان بمقدرهم يكسبوا سبع النهار عشان التاريخ رغم أنا بس أنا أنا حقول لك حاجة ما ليش دعوه لا لا أنا حقول لك حاجة تانية غرز غير أنت بتقولها أنت بتكلم على إن مستر موسماني كان من اللي احترام لي طبعا ما بخدش المقارنة تاني كسب خمسة وكسب خمسة ثلاثة النهاردة نادي الأهلي كسب أربعة واحد نتيجة تقيلة ولكن زي ما أنت قلت أضعنا في غز تاريخ أنا مباعد ولكن لما أنت تيجي بقى أتخارن خمسة ثلاثة أثنين أربعة ناس واحد ثلاثة أنا مش بقارن بحد أنا مسلماني اللي اجدعوه بي مانو الجزيمة اللي اجدعوه بي أنا اللي يعنيني نادي الأهلي نادي الأهلي نادي الأهلي لما يكسب سبعة لا ما أتكلمش عن مقرنات مدربين أنا أتكلم عن مقرنات في النتائج أنا فاهم نادي الأهلي لو كسب سبعة النهاردة كان درب رقم الستة أنا يعني أنا قلت لك قبل المطش أنا المطش ده لا يعنيني شيء المطش ده بثلاثة بون زي وزي أي فرقة في الدولة ولا يعنيني أنه أنه ديربي أنا ما بحسش أنه فيه ديربي يعني أنا بقالي عشر سنين أو خمسة عشر سنة الزب أنا بقولي أنه ما فيهش ديربي في مصر ديربي في فرق متقربة إحنا مش متقربين مع أي فرق ليه لأننا تلاتة واربعين دوري مصبور الثاني اتنشر دوري أربعتاشر أربعتاشر دوري يعني محتاج تسر وعشرين سنة أنت ما تاخدش فيها بطولة الدوري أو تغيب تماما عشان يوصل لرقم لو كسب كمان أنا ما احترامي لأي اسم النادي في مصر أنا ما احترامي لأي اسم النادي في مصر أنا دائما بتكلم على برشلونة ريال مدريد هتلاقي فيه قرب من النتائج شوية يعني الريال أعلى في بطولات الدوري باثنين تلاتة بواحد ما فيش الفرق الكبير ده علشان كده أنا بقولك أنا المباريات أنا المباريات بتاعة برمزو الأهلي فيوتشر وأهلي أي سويس وأهلي محلة وأهلي زمالك وأهلي أنا عندي الأندية كلها زي بعض صحيح الحاجة التانية اللي انت انجحت فيه انك انت تساوي الدوري ببطولة أفريقيا برضو انت عملت كده مع قرر أفريقية انت رايح 12 بطولة والتاني 5 بطولات صح؟ ولا الاحصائي بتاعتي غلط بتاعتي ايه؟ 12 أفريقيا و5 أول واحد برضو مع احترامي مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه فرق ما بينك أو منافسة أنا بقى بتكلم على الحفاظ على الوقت ده فأنا زعلت النهاردة ان احنا كنا لازم ندوس أكتر ونجيب جوان أكتر وزعلت من الحكم جدا لأنه تأثر بالنتيجة أتمنى الحكم تزالنا على جون اللي جي لا جون اللي جيه رقم واحد لأنه مش جون أولاً قبل البنالتي كان فيه فاول للنادي الأهل وكابت الناصر عباس قال الكلام ده والبنالتي بتاع حسين وكمان انت كان فيه طرد كان ممكن يوديك لنتيجة أكبر وأعضب أنا أتمنى من الحكام ما لهمش دعوة بلون الفلد بالنتيجة ولا بالنتيجة انت ليك دعوة بالحدث اللي بيحصل جوه لو أنا كسبان مية سفر وجال ابنالتي اديني البنالتي بس ده اللي أنا كنت عايز أقوله طيب نروح مرة أخرى لزميننا فاروق صلاح ولقاء مع ياسر إبراهيم لعب النادي الآن كابتن ياسر مهما يغيب ياسر إبراهيم واحد من اللعيبة اللي في أي وقت بتحتاجه دايما بيكون موجود أنا عارف كابتن ياسر لا أنا أبقى جب الموضوع من البداية ياسر إبراهيم ما فيش وقت من لو قاب بتحتاجه إلا بيكون موجود واحد من اللعيبة اللي اكتسبت سقط مارس الكولر وجمير اللي لندق لي ياسر خليني أبرك لك على الفوز أبرك لك على البطولة الخامسة أذا الموسم أبرك لك لحاجات كتير جدا وارقام كتير جدا الياسر بريم على المستوى شخص حبيبي الله بارك فيك طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بحمد ربنا بشكر فادله النهاردة على الأداء لعيبة كلها رجالة محدش فيهم أثر بنقطة عرق واحدة لعيبة كلها روحها حلو مع بعض هي دي قط اللبس اللي بتفرق نازلينه انت عارف انتواخد الدوري ممكن تنزل متهاون شوية أو فيه طراخي السلاة طبعا احنا عارفين احنا باللعب مين وما كانش ينفع الجمهور دا يروحها زعلانا الجمهور دا احنا شايفينه من بدري في التليفزيون جاهم من بدري او قبل جمهور نادي الزمالك حتى في عز الشمس ومعادين فما كانش ينفع الناس دي هتنروحها زعلانا طبعا بحمد ربنا بشكر الفضل النهاردة عن النتيجة والأداء وربنا يكرم بإذن الله في اللي جاه ياسر عايز ارجع لبداية الموسم انت من نهاردة خلينا بقى نتكلم بقول كل اللي احنا عايزينه خمس بطولات لكن من بداية الموسم ياسر كان بعيد شوية عن المشاركة ما احصرش في التدريب لكن كان بيدرب مثال كبير جدا وبتدي رسالة الجميع بيحطها قدامه كل اللاعبين اتعلم من ياسر ابراهيم طبعا دي وجهة نظر فنية وممكن مدير الفني بيبقى جاي واخد قناعة او شايف حاجة مش كواسة ممكن انت تكون مش في مستواك ايام ما المدير كان موجود بس انت لا انت ما نفعش تقعد ولا تقصر اتمرن وتعب واكيد ربنا مش هداء اتعبك انا بكتهد في المالة ابو ام اللي عليا واكيد ربنا بيضاعش تعب حد يعني وطول ما انت بتكتهد ربنا معاك وهيديك ان شاء الله اتجيب لي مالكي النهاردة هدية المبرامج مالك بس يعني يا كابتن ياسر انه النهاردة بتنبسك على الهوى في مالك وحمد وسيلينة طبعا دولة وطلبة وعناية متغلاش عليهم هو يعني مستيبين في حالي كل يوم على طول الخروجات يعني فربنا بارك فيهم ويحميهم يا رب دولهم يعناية طبعا شكرك يا كابتن ياسر ودائما مستنيه منك كتير ومليوم مبروك ولسه عندنا بطولات كتير يا كابتن ياسر شاء الله بإذن الله ربنا يكرم في اللي جاو اخذ النبي الاهلي مع مستر كورر يوم 9 سبتمبر 2022 لعب النازي الاهلي تحت قيادة مستر كورر 53 مباراة كسب 40 تعادل في 9 حزيمة في 4 حصر 5 بطولات 10 شهور مرقم عالمية مش بتتكلم على بطولة كل شهرين بطولة كل شهرين لكن بكلم على ايه كمان بطولات محلية وبطولات قرية حاجة الحقيقة قلنا هي العلامة الكاملة فعلا ولكن انك انت تبقى موفق ومستلم فرقة خسرانة اتنين دوري وترجع تاخد بها الدوري وتاخد بها الكاس وتاخد بها اتنين سوبر وتاخد بها كاس افريقيا وبعدين النهاردة بتاخد كاس مصر اللي هو الكلاسيكو بالراجل ده في حق كويس عادي لقلك اول ما جيها عادي يجرب طبيعي ان انا اول ما اجيها اجرب ده واجرب ده واجرب ده وناس كانت ماشية من عطع فاكر الشنط اللي كانت طالع على الطيارة وماشية ورجحهم مرة اول ما جيك يعني كان في صدفة كلام بيني وبينه كان فيه كريم فوات بيلعب باكرايت كان بيلعب باكرايت وبيكمل هو اطور في اداء لعيبة كتير وجابه هافرايت وجابه هافرايت فانا بقى يعني كنا في الملعب مدية ناصر ببينكلم فبقول له انت غيرت ملامح على رأي عدل مثلا غيرت ملامح حاجات كتير جدا منه اللعيبة واكرم فوات قلت له يهدى على نفس الشوان وحيتعور تاني اكرم توفيق اكرم توفيق سوري فالكلمة اللي خدها بتاعت كريم فوات قال لي انا كريم فهذا لعبه في اي حتة إلا الجول مش هقدر اللعبه هارس مال فهو كان عنده طبيعة ان هو يستكشف لعيبة وهو شايف لعيبة برؤية معينة والنجاح المدرب الكويس اللي هو زي حسن شحاتة كده اللي عينه تعرف توظف لعيب كويس قوي تعرف تجيب لعيب وتعرف تعتمد على لعيب وتدي له الثقة ان هو يطلع الامكانيات بتاعته جوه الملع فهذا المدرب عنده الخبرة دي او عنده الحساسية دي او عنده نجاحه في الحتة دي ان هو يقدر يتعامل مع اللعيبة ويقدر ياخد منها الماكسيمون ويقدر يخلي اللعيب كل اللعيب يسك في قدرته وهي اللي بنرجع فيها ونتكلم عن المدربين هي الشخصية الشخصية المحببة اللي بتبقى بالنسبة للعب فانا بتصدق المدرب انا ممكن يحصل لي مشكلة مع المدرب او انا لعيب كويس ما عرفش رجل دي عايز مني ايه وحصلت لنا كتير او انا كمسري بتاعتي مش جاية معايا مش ماشي معا لا انا اسلوب لعبي وطريقتي هو بيحاول يلعبني حاجة تانية انا انا وانجليفت مثلا عايزني باكليفت اي عايزني هوفليفت عايزني بيشوفني عندي امكانيات كبيرة هو من منظوره هو وانا في الوقت ده مش حاضر انا حاضر في حتتي عايز اخلص ان انا في ناحيتي الهجومية بخص شوق عندي شوات حاجات تكوينات كده هو عايز يبس فيه قدرات معينة هو الراجل نجح في الحقيقة انه ياخد اجمل ما فيه كل لعيب ما منعه عن لعيبه معينة اصابات اللعيبة دي لما كانوا عنده لعيب زي طهر محمد طاهر كان بيعتمد عليه في الاول خالص وكان ماشي كويس هو معاه ما منع العلاقة بين طاهر وكولر انه هو الراجل اصيب فهو بيتعرض كمان مع امكانيات اللعيبة اللي عنده انه متصاب منه ساعات يبقى لعيب هو شايفه برستاو كان برستاو السندي بالشكل ده ايه اللي خلى برستاو وحسن الشحات وكهرباء وشريف الدويتو دول الافشة بيروحوا يخش في الماتشاط وتلاقيه ماتش متوهج وماتش تاني لانه فيهم امكانيات كل حد بيتمتع بانه يدي السكة الواحد زي عبد المنعم ويخليه باداء عالي جدا ياسر ابراهيم غير ياسر ابراهيم بتاع السلفات خالص سنة دي عشرة عشرة الناس كتير قلنا لا خلاص كفاية كده كبرت لا 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 ده بيتعقدوا معهم لحد النهاردة رامي والسولية موجودين وبيقدوا ومحتاجينهم صحيح ولهيب كتير عندك خرجت احلى ما في المواضيع بقى علي لطفي وشبير اللي احنا كنا على طول لو واحد فيه موقف هتوب أحكاية عندنا مقصة يعني فيه اهتزاز لا ده منهم الحظ ومنهم الدنيا ضرب عندك كمان حمزة علاء منتخب حمزة وافد علي انا عارفه في الناشئين انه وافد علينا من رؤية منتخب ومنتخب 23 ده بيبرز لعيبة كتير اوه غير حمزة علاء كمان بس فيه شبير وعلي دول بقى موجود يعني المجموعة كلها نتيجتها اللي انت شايفه النهاردة ده الحقيقة فانت بكلمني عن المدرب ده اه مدرب ده ناجح وده لكمان لو جبتله كمان اثنين تلاتة لعيبة صعيب معه اربع لعيبة كده كمان مع الفرقة دي ده هت هتنافس بكوة جدا في السنة الجاية بقى عشان تلحقني ها هاي هاي بقى صعب عليك اول فانت محتاج اثنين تلاتة كده ولا ايه شام 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 قبل منروح تاني تاني بس تاني ما اشوف راجل لجنب علي ميد ولا انت ايه رأيك بالموضوع طبعا صح كلمك مزبوط طيب كابتن شريف هنروح لازميلتنا سالة حامد ونرصد مع بعض فرحة اعضاء النادي الاهلي في مدينة ناصر لكن قبل ما نروح لسالة ميستر كولر احرز خمس بطولات في عشر شهور من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وبكل ديوفك الكرام في السوديو وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان ببرك الحياة يا كابتن ايمن وبرك لكل جماهير النادي الاهلي اعظم جمهور في الكون واعظم اعضاء في الكون طبعا زي ما حاك شايف ورايا فرحة كبيرة يا كابتن ايمن طبعا ببرك لحضرتك وبرك لكل جماهير النادي الاهلي وزي ما قد حياك ان شاء الله نكون معاك بعد المباراة ونحتفل طبعا كلنا ومع الكبات في الستوديو مع أعضاء النادي الأهلي من داخل فرع النادي الأهلي في مدينة نصر وزي ما حالك شايف طبعا الفرحة ورايا وأعضاء النادي الأهلي ببرك لحضرتك مليون مبروك شايف مين أحسن لعب في المباراة النهاردة وطبعا حتى نشوفنا يعني ممكن 11 لعب في الملعب 11 راجع تقولي مليار مبروك مش مليون مبروك ودي صقافة النادي الأهلي صقافة الفوز هنا التعادل بالنسبة لنا هزيمة يعني بس النهاردة الأهلي رجالة يعني وزي ما عودونا وللي حصل النهاردة مش جديد على الأهلي زي طبيعة النادي الأهلي ببرك لحضرتك مليون مبروك تحب تقولي إيه لعب في النادي الأهلي والجاز الفاني طبعا موسم أكتر من رائع أولا تحياتي لكابتن أسامة السويسي طبعا في الستوديو قوله بقوله وشك حلو جدا طبعا علينا هو لسه جاي مبارح ووشه حلو أولا على الأهلي الأهلي طبعا طول عمره كبير وأهم حاجة النهاردة في الفوز النهاردة الجول بلاس 90 ده فرق معنا جدا جدا يعني وحاجة بتفرحنا اللعيبة كلها النهاردة ممتازة طبعا لعبنا بقال لمجهود على الأد تقريبا خدنا من الماتش اللي عايزينه وعلى أد المجهود الماتش عملنا اللي احنا عايزينه وكسبنا وذكور كبير وإن شاء الله أكتر وأكتر إن شاء الله بإذن الله ببارك لك طبعا مبروك تحيب تقول لعب نادي الأهلي وشايف مين أحسن لعب في الماتش حيب أقول للنادي الأهلي إنه نادي فيه ونادي مش ما يعرفش المستحيل النادي ده أحسن نادي في التاريخ وما يهمناش أحسن فريق وأنا بقوله هو شايف مين أحسن لعب في الماتش لعب واحد أنا شايف أحسن لعب في الماتش حسين الشحات ببارك لحضائك طبعا مليون مبروك تحيب تقول لعب نادي هاي والجهاز الفني واكيد ميستر ميستر كولر المدير فاني لنادي الأهلي يعني بصراحة الفرقة مع ميستر كولر رجعنا تاني لأيام الجزء رجعنا تاني للسلسيات والربعيات اللي احنا كنا بنشوفها بنبقى نازلين مطشو احنا متطمينين عارفين ان ان شاء الله نادي الأهلي هيكسب بنسأل بس بعض هو الاسكورة هيبقى كام يعني احنا السؤال اللي بقى بيتسيل دلوقتي الاسكورة نخلص كام ولكن الحمد لله الحمد لله ده نتيجة شغل لإدارة شغل شغل من نار من أول يوم الجمهور شغل يعني بيدعم الفرقة على الحلوة والمرة مع بعض يعني البطولات جاية ان شاء الله واللي احنا مستنينه دلوقتي من فرقة النادي الأهلي كاس العلم الأندية كاس الدوري الجديد بتاع أفريقيا كاس تغير الدوري الأفريقي بسمى الجديد بتاعه ان شاء الله مستنين بطولة من النادي الأهلي في الدين دول ان شاء الله ببارك لحدك طبعا مليوم مبروك مليوم مبروك مليوم مبروك مليوم ببارك لحدك طبعا مليوم مبروك تحب تقول ليه لعبت النادي الأهلي والجازة فاني أجيد مثل مرسل كله عليهم طبعا ألف مبروك وألف مبروك من نارض على المرش ولا ده الحل ولا قدروا يستغلوا في الشط الأول ومبروك عليهم الدوري ومبروك مجلس الإدارة ومبروك مليل نادلة لكله كابنا علاء الموسم الأول ميستر كولر حتى الآن يسير بامتياز لكن عدد الألقاب لم ينتهي بعد ده أكيد ده يعني يوم هو كولر نفسه مكشم متخيئا ده ده بياتهم عن نادلة آه بس عايز أقول لك حاجة طيب فضل هو في البداية لما جي مستر كولر طبعا كان عنده خلفية عن الوحاس قبلها كيس هو جي في توقيت صعب برضو يعني أنت كان ضايع منك دوري فعل فاعل ضايع منك بطولة الأفريقية وخسران كاسمس لما تيجي على نادي كبير زي النادي الأهلي أنت مطالب في السنة الجديدة أنك تجيب الألقاب أيوان أن حصل السنة لقبلها حاجة عرضة مش طبيعة كويس فأنت طبيعة عارف أنت رايح في أنت رايح على نادي بطولات أي نادي في العالم أي من فيش نادي في العالم بيكسب كل بطولات لن تقع منك بطول نشير ستر سيتي يا دوب لست واخد شاملز ليجي ستنادي شوف وقت منه كم سنة فده طبيعي لكن أنا رايح فين أنا رايح على نادي بطولات طول ما أنا شغال بطولات هو ما كانش متخيل أن بدايته هتبقى بالشكل المثالي ده صح لأن بدايته بعد شهر بطولة بالضبط أيوة أنا بقول لو تفتكر ماشي زمالي آه طبعا هو ما كانش متخيل أن بدايته هتبقى كاس السوب كاس السوب بالشكل ده بالأداء بالتالعيبة دي هو خلينا أكلمك على البدايات البدايات بتفرق مع الجمهور طبعا هو كمان في حاجة أعيما كنت سنة أولا خلينا هو انبهر بجمهور النادي الأهلي يعني هو بيسمع النادي الأهلي النادي الأهلي وأفرقيا بطولات لكن هو مش متخيل حجم جماهيرية النادي الأهلي مش متخيل جماهير النادي الأهلي في مصر عاملة إزاي فهو يعني هو انبهر بحب الجماهير للنادي الأهلي واللي بيحصل في مباريات لذلك الناس أقول له أنت ما شفتش لأنه فيش الساعة الكاملة للمباريات لكن هو شايف بقى واحدة واحدة عرف قيمة النادي الاهلي وهو ماشي في الشارع وهو هنا وهو هنا وهو عارف وهو فيهم بالزبط لكن هو كبداية بداية امتياز بدرجة ان هو انا بقولك كان ممكن يقول اه ان البداية تبقى كويسة لكن مش بكمل البطولات دي لكن البطولات ما بتجيش كده هو الراجل اكتهد وشتغل شغل كويس قوي وفيه ميزة كويس قوي هو عارف هو جي فين وشغل فين ودي اهم ميزة ايمن لما تروح مكان جديد اعرف المكان ده ايه بالزبط وقدر قيمة المكان انت في ده هتبدأ تشتغل صح لان هو شاف كل حاجة انتو يعني كل حاجة واعيزة اه بجد يا عاد كل حاجة انا دايما بقول كلمة ايه ايه المدير الفاني بشتغل في النادي الاهلي محزوز بس انت قلت كلمة كويسة قولت هو جي المكان الصحة وخليني اقولك حاجة بمناسبة ميستر كولر ميستر كولر رفع رصيده من الالقاب مع الاهلي حتى الان الى خمس بطولات متخطيا تتوجاته السابقة كلها اربعة ليه على مر تاريخه في الفرة اللي اتدربها اربع القاب لقبين للدول السويسري مع سانت جلين ودراس هوبرز ولقب درجة تانية الالماني مع بوخم ولقب كالسويسرة مع بسر كويس هو جي فعلا المكان الصحة المكان اللي يجبرك انك تحقق نتاك طيب والمكان اللي هيديك بطولات واسم بعد كده يفضل معك الامانة نهاية عايز تكمل في النادي الاهلي اكيد تكمل عايز برا خلاص انت بص يا عيمن موسيماني موسيماني فيه راح فيين بعد النادي الاهلي الاهل السعودي وراح الامارات لان عمل ايه اي نادي انا بحسب البطولات اللي اخدها المدر انا ما بحسبش اداء هو ده الفنق من اللعيب والمدر المدير الفني بحسب البطولات وكم سويسري جي النادي الاهلي تلاتة اه جي مصر في اخر خمس عشر سنين تلاتة انا معرف فيلار 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 وجروس الزمالي اكتر واحد بيتكلم على النادي الاهلي بروس تعرف كده بيتكلم على النادي الاهلي في بره بايجابية كلهم بيتكلموا كويس بس جروس اكتر واحد بيتكلم على النادي الاهلي اللي شافوا ورغم ان هو ممرنش النادي الاهلي ولكن اللي شافوا من النادي الاهلي صحيح فضل جبنا هو ده ده المدير الفاني بيدور على كده. ده أنا بقول لك أنا مدير الفاني بيجي النادي الأهلي بيطلب حاجة بيلاقي حاجة فوق الحاجة. فأنا مش هايطلب حاجة. أنا كل حاجة موجودة بزيادة. متوفرة بزيادة. أي مدير الفاني بخش مكان ممكن وسامة اشتغل وعادل اشتغل. بيدور على الاستقرار بتاعه. وبيقعد مع رئيس النادي مطالبك ايه واحد اتنين ثلاثة. لا هو بيلاقي مطالبه واحد اتنين ثلاثة. فأنا مش عايز احسب من كده. غير ان انا اقول ريدي انا عارف انا راح فين. ما انا عارف راح النادي الاهل باطل افريقيا ويوي وكل الكلام ده ماشي. لكن بقى الكلام حاجة لك انما خش اشتغل في المكان نفسه. حاجة تانية خالص يا ايمن. حاجة تانية خالص من مجلس ادارة للعيبة للحاجة بقى اللي هي دايما بتزوء اكل قدام. صحيح. جماهيرك صحيح. جماهيرك مش طبيعية خصونا الجماهير. لما تحس الموديل الفني ده لا. ده راجل هايل. ده راجل بيجيب له. اصليا الموضوع الحزب بسيطة قوي. انا جايبك عشان تجيب له بطلات. فانت بيجيب له بطلات فانت تمام كده انت بالنسبة لها تمام. انت انا جايبك عشان حاجة اللي جماهيري نادئلك ولا عايزها. انا عايز بطلات. صحيح. ومش جديدة بس عليها. انت الوقت. ما البطلات دي موجودة. لا. بس انا عايز هال من مزيد. انا عايز بطلات فى بطلات. فهو خلاص. يعني هو كل الوقت خد كان بطلات خمسة. خمسة. بفكر في السبعة في السبعة في التامنة. ومعين المدة رغبة جدا. مدة ليلة قوي. لأي مدير فني يجيب كامل بطلات دي. في مديرين فني بيشتغل ويبطلوا. ما يجيبش بطلاتين تلاتة في حياته. لا. ده في فترة قليلة جدا. جاي بطلات مع النادر الاهلي. ولسه. هو خلاص الحمد لله الدوري. انا عندي كاس. انا عندي سبر افريقيا. هو خلاص. هو اتطبع خلاص. اتطبع بالطبع ان انا كل بطولة. انا مطالب ان انا احاول افوز بيها. ربنا كتبها الحمد لله. لو ما فيش نصيب. انا اشتغلت عشان افوز بالبطلات دي. انك ده بص ايما بسرعة كده. النادر الاهلي ما فيش اخد كلمة واحدة. انا بقع العب عشان افوز بالبطلات. بس. انما المركز التاني بالنسبة لي فشل. عشان كده الحمد لله هو ده النادر الاهلي. فعلا. طيب. نروح لزملتنا روزان ناصر من مقر الاهلي تجمع. ونشوف فرحة الاعضاء بعد المباراة. من جديد ده كابتن ايمان برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام. نجوم الستوديو التحليلي وبرحب بكل مشاهدين امشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان مكملين طبعا مع حضراتكم فرحة الاعضاء من فرع القاهرة الجديدة. وبقولك بقى الف مبروك. يعني مباراة كانت قوية جدا ومهمة. قل لي رأيك في المباراة. المباراة الاداء كان فيها كويس جدا من النادي الاهلي وقد ايه حسينا اللي احنا احتفالنا بالدرع الدولي والتتويق وفزنا عز مالك. وهو احتفال حقيقي بالدوري بعد مجهود طويل جدا لموسم شاك جدا للنادي الاهلي والتتويق تقريبا بخماسية او سوداسية كده اخدنا خمس بطولات او ست بطولات اللي احنا شاركنا فيهم السنة دي والف مبروك لأعضاء النادي الاهلي بالتجمع وكل الفروع الاخرى الف مبروك طبعا يعني موسم الله هديما بالنسبة للنادي الاهلي شفتي النهاردة المباراة. انا شفت المباراة من وجهة نظري ان الاهلي في الشغط الاولاني كان بيلعب جميل جدا في الشغط التاني هنلاحظ ان الزمالك هو اللي بقى يعني مسيطر شوية وبعدين انا عايز اقولك على حاجة الحكم كان مية مية في تحكيمه كان كويس جدا 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 وعجبني انه هو مصري وما نحسل اي فرقة التحكيم يعني انا بشكر الحكم انه هو ادار المباراة ادارة كويسة جدا وممتازة وبعدين الاهلي في الشغط التاني حسيت انه هو مقصر شوية. وريح شوية. يعني جاب تلات اهداف في الاول وبعد كده ريح شوية بس طبعا الاجواء رائعة طبعا اتبسطنا جدا الفرع الجديد تحفة اه لا مصطين اوي بصراحة وطلعين نهايس برا برضو يعني في الوقت الصح الشناوي بصراحة مية مية وانقذنا حسين الشحاد ده على رأي شالاوكا يعني هو المليونير مش شحاد كابتن ايمن يعني اكيد شايف فرحة الجماهير هنا من فرع القاهرة الجديدة موجودة في كل مكان الف مبروك مرة تانية للادي الاهلي كلنا فخورين اكيد يعني بتشجيعنا للنادي الاهلي بشكرك كابتن ايمن وعودة لك مرة تانية كابتن سامة مستر كولر في البداية زي ما الكابتن عدل وكابتن شريف كابتن عادل اعادها يكالة الفريق وحتى الان هو نجح في تحقيق العلامة الكاملة ولكن مستر كولر اول موسم حصد جميع البطولات حتى الان دايما السنة التانية تبهي الاسعب طبيعي النجاح لانك الناس منتظرة منك انك تسير على نفس النهج ده النجاح بيبقى سهل المحافظة على النجاح اصعب مش بس مع المنافسة كي اسنة نجاح طبعا طبعا دايما تقول الكلمة دي طبعا ما فيش شك في كده المحافظة على النجاح بيبقى اصعب حتى مع اللعيب على فكر لعيب لما بيوصل لمستوى معين طب بتاعه اعلى حاجة لي محافظته على المكانة دي بتاخد منه جهد اكبر كمان من لما وصل فمستر كولر حقق العلامة الكاملة ونتائج هيلة ويعني زي ما النادي الاهلي متعود دايما زي ما النادي متعود دايما صحيح هو حقق كل البطولات لكن هي سيما في النادي الاهلي سيما في النادي الاهلي بيجي لنا بعض الاوقات نتائج مش موفقين فيها في بعض الفترات دي حقيقة ولكن سرعان ما النتائج تاني بتتعدل اي فكل على مدار تاريخنا على مدار تاريخنا فطول ما انت عندك ادارة ماشية بشكل كويس وناجح وليها حدود في التدخل مع المدير الفني بالعكس زي ما كاباتن قالوا بتساعدوا وبتساعدوا اكتر من اللي هو متوقعوا كمان يعني سواء بضخي لعيبة جداد سواء بالوقوف بالوقوف معها ضد اي مشكلة مع اي حد سواء ما شاء الله الجمهورية العريضة الموجودة يعني حتى اسعار اللعيبة مناسب اه لا يعني مناسب جدا للمكانة اللي انت فيها سواء في افريقيا او في مصر فالامور كلها بتبقى متاحة للمدير الفني ان يشتغل بثقة كويس فما فيش شك انه النجاحات اللي حققها هو ليه دخل كبير جدا جدا فيها ما نقدرش ننتقس من ده ولكن ما فيش شك برضو انه الوجود في النادي الاهلي المساعد الاول في المكاسب دي اي وده على فكرة مش مع ميستر كولر بس عشان بس برضو ما نقولش مع اي مدير فني جه في تاريخ النادي الاهلي في تاريخه يعني احنا ما نيجي نتكلم مثلا على هيدكوتي اي لما تيجي تتكلم على الجيل بتاع السبعينات وتاع اللي عاشوا مع هيدكوتي وكابتن شريف منهم اقول لك مدرب عظيم جدا 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 شوف كم البطولات اللي خدها مع النادي الاهلي ونشوف لما بيخرج برا النادي الاهلي بيحقق دي وهكذا منول جزيه مع كل البطولات اللي خدها مع موسيماني مع فلان مع فلان فما فيش شك بس هي بس هي بس هي بس هي هي تتكلم خمس بطولات في عشر شهور باش اجاز حد حققها بلكده اصلا هو ما انت مقدرش اقول عشر شهور دي ما هي البطولات الجاد في العشر شهور ما انا مقدرش لا يعني انا مقدر طبعا هو نجاح كبير جدا بس انا عايز اقول انه النجاح ده هو جزء فيه ولكن هو مش كل السبب فيه السبب النادي وادارة النادي والجماهير الكبيرة والفلوس اللي بتتضخف لعيبة مهمين النادي تاريخه كده النادي تاريخه كده ايمن انت انت النادي الايلي هو ده ده المبنج نتكلم عن البطولات انت بتقول اول خمس بطولات في تاريخ النادي الايلي ولا بتقول اني مش عارف البطولة المية وكام فانا اقصد طبعا ده مش انتقاص لا هو عمل انجاز كبير جدا وهي لانه خد كل البطولات دي وان شاء الله ما زيد من النجاح ويستمر مع النادي الايلي اكتر ويكسب اكتر ولكن لا تنسى لا تنسى انه المنظومة كلها والعوامل الكتيرة اللي مهيئة للمدير الفني ان يشتغل في جو مريح في جو ما فيهش ضغوط في جو بتجيب له بتوفر له لعيبة المهمين على قد مقدرة النادي على قد مبتق يعني على قد اقصى استطاع عليك جماهير عريضة في كل مكان في مصر وخارج مصر وفي كل محافظات مصر وفي كل الدول العربية حتى لما بنسافر في البطولات سواء في الامارات في قطر في السعودية فالعوامل المؤسرة في النجاح كتيرة جدا فما فيش شك انه ميستر كولر عامل نجاحات كبيرة جدا وهيلة وعلى ما كامل زي ما انت قلت وله بصمة طبعا ولكن زي ما قلت كل العوامل دي مجتمعة هي السبب الاساسي في النجاح صحيح طيب كبير عادل يمكن فكر ميستر كولر النهاردة كان مختلف بعض الشيء اه طبعا يعني هو كان فكره ان البطولة مازالت مستمر والدليل الفريل او العناصر الاساسية اللي لعبة النهاردة والبطولة مازالت مستمر ولم تمتهي بعد والفوز بماتش النهاردة كان بالنسبة له كأنه هو التتويج الحقيقي ببطولة الدول ولكن بقى اربع مباريات فكر مستر كولر هاي بقى ايه عايكس لا انا عارف الماكس هيرايح لا انا بكلم بالزبط انا بتكلم فيه تعامله مع بعض اللاعبين في القايمة الاساسية بوسك هو عنده من الاريحية انه يلعب لعبين كتير اوي يكسبوا لانه احنا قلنا نجاح في حاجة مهمة اوي اي انه يعمل مجموعة كبيرة تلعب اساسيين بمعنى انك انت عندك 7-8 احتياطي بيبقوا بره منهم 3 خارج الفرقة انت بتعتمد عليهم اساسيين عايزك تقول لي مين كام لعب احتياطي لو هتل الاحتياطي النهاردة او في المباراة اللي فاتة او اديك على سبيل المثال لخط اللاين فرويز انت بتتكلم على قهرباء وبرستو الشحاء هم الاساسيين في الوقت الحالي التلاتة الاساسيين في الوقت ده برضو عبدالادر وعبدالادر وشريف وطهر مصبوك ادي التلاتة تعال نخش على نص الملعب كان بيبقى عندك حمدي وديانج وماروان دلوقت وبيبقى عندك ماروان وديانج والسولية وبعدين ماروان وديانج وقفشة وبعدين بيكلمك على سردبكات محمد عبدالمنعم اساسي وعنده اتنين بيشتغل بيهم ياسر ابراهيم شوية رامي ربيعة شوية كان متولي اجازة وفي متولي كمان لكن متولي ممكن يدي اجازة لانه عنده مشكلة كبيرة السنة الجاية ايه هي انت هتدخل بلا راحة صح انا وقت عندك راحة فيه هو حاجة من الحاجتين بداية اغسط لا تستغنى عن الارقام الكياسية بمعنى ايه مش استغنى عنها هو اقول لنا اخسر او اتغلب او اعمل لا انا بكلمك على انك تبقى عندك عدد تسعين نقطة لان اكبر حاجة اخدناها تسع وتمانين وبلا هزيمة وبلا هزيمة كمان طب عنده برامة زمات شكاية لا 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 مش زمات شكاية عندك مقولين في البقين في البقين في البقين انا بس اللي انا عايز اقوله ايه اللي انا عايز اقوله يا كابتن شريف انا اتمنى اتمنى في راحة طب انه اراحت اللعيبة اللي خدوا كتير هم عندهم احصائية كبيرة وعلى فكرة في حاجة انا بس كنت عايز اتدخل فيها لما كنت بتتكلمه على كولر وتعاقد الاهل معاه ايه كولر سنادت غلب خمسة غلب خمسة ثلاثة ايه او خمسة اتنين من صندق من اربعة واحد لأ يعني خمسة ده نتيجة كبيرة ده نتيجة كبيرة اه دي نتيجة كبيرة قوي بس الاستقرار اللي شافه بعد الخمسة ما تهددش الدنيا ما حدش تدخل في شغله ودي مهمة ليه الغاية احناس مدربين وعارفين المدرب المحزوز اللي يجي اداره في الناد الاهل المدرب المحزوز اللي يشتغل مع مجلس ادارة ما بيكلموش في كرة القدم اللي في حالة واحدة بس لما يخرج عن النص اخلاقيا لكن فنيا ما حدش بيكلمه كلمة المدرب المحزوز اللي لما يطلب اعظم لعيبة بتجيله جاري وما بيتنقش ممكن يتنقش معاه وكل حاجة لكن انا اقول لك حاجة مهمة عشان تعرف قيمة الادارة مع كلها اي ادارة تانية فموضوع مثلا لاعب كبير زي ايمن قشن ما هو من وجهة نظر انه ماشا يستخدمه حدش ضغط عليه ضغطة انه يتواجد ايمن قشن صحنا ان دي رؤيته الفنية دي رؤيته الفنية حدش جي جنبه ولا قال له كلمة فده يبقى مدرب محزوز بادارة الناد الاهل وطول عمر الناد الاهل كده على فكرة يعني انا بنتكلم على الادارة الحالية واللابليا 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 خدنا على ان انت كمدرب بتعمل ما بدالك عشان كده معظم المدربين الاجانب اللي بيجوا الناد الاهل بيبدعوا لعدم التدخل اقول لك حاجة في مدربين جنفة اندية في مصر وانا اعرفهم كويس افضل من مدربين اشتغلوا في الناد الاهل انا بكلمك بمنتال امد فنيا فنيا وقيمة في ارقامهم وانجازاتهم ولكن معرفوش يشتغلوا في مدربين جنفة الناد الاهل اقل ولكن بقوا مكبر قوي بايه بالمكاسب يعني مثل الكولور حياته كلها كسب اربع بطلار في عشر شهور ياخد خمس بطلار راح يتنقل حتة تانية في حياته هو مدرب كبير ولكن كبره يعني الناد الاهل اداله خمس بطلات في عشر شهور ايه اللي يحصل في الاخر انك هتبقى مدرب كبير سعرك يعلى الارقام هتجيلك كتير كل حاجة يعني يعني عايزة اقول انه انه هتبقى من المدربين اللي ممكن تروح حدث اعلى واكبر بكتير قوي فدي حاجة فدي حاجة فيه صورة وراك لميستر كولر هو نجمع الخمس بطلات طيب نروح سريعا لزملتنا مريم سميح من اهل الجزيرة ونرصد مع بعض فرحة اعضاء اهل الجزيرة مرحب بك يا كابتن ايمن مرحب بكل مشاهدي ومتبع الشاشقات نادي الاهلي في كل مكان ومرحب طبعا اكيد بنجوم لسولة التحليق بطلنا الكبار طبعا زي ما انت شايف من داخل مقار نادي الاهلي بالجزيرة فرحة كبيرة وعريمة طبعا بتسيطر على المقار الرئيسي هنا بالجزيرة ربعية اهلوية في ليلة سعيدة على كل جماهير نادي الاهلي في كل مكان زي ما انا قلت لك قبل المباراة يا كابتن ايمن مباراة محسومة اي نعم احنا حاسمين الدوري طبعا اللقب التلاتة واربعين ولكن الفوز على نادي الزمالك بيبقى ليه طعم يعني مختلف تماما يا كابتن ايمن وجال لكل جمهور النادي الاهلي انا وعضاء النادي الاهلي قالوا خلينا ناخد اراء يعني الجماهير والاعضاء من داخل المقار الرئيسي بالجزيرة طول اي النهاردة ماتش مهم جدا اي نعم حاسمين الدوري ولكن الفوز على نادي الزمالك ليه طعمه مختلف تماما انا مباراك في الاول لكابتن محمود الخطيب والادارة والجهاز الفني كله واللعيبة مسلم فعلا مسلم مش هتعود تاني فكل البطولات اللي خدناها كل البطولات خدناها الحمد لله وبشكر اللعيبة جدا وحسين الشاحات ما شاء الله عليه كان فيه النهاردة اوي وبرضو بنقول مرون عطية بقاء لله وان شاء الله يرجع ويعتفل مع اللعيبة وان شاء الله وان شاء الله الكاس لسا جاي عايزين نركز ربعية اهلوية خلاص يمكن تمامنا خمسية النادي الاهلي هذا الموسم سوبر وطبعا دوري ابتال افراقيا والدوري تقول ايه لعبت النادي الاهلي وتحديدا مرسال كالر ونقول له الف شكرا على الكرة الجميلة اللي انت بتعديم عنا الفرحانين جدا طبعا بالدوري والكاس والسوبر عبر الكاس العالم ان شاء الله ان شاء الله شايفيني النهار ده رجل المباراة ورايا كيف ده العيبة ريا كيف ده العيبة النهار برحب بيك يا جابتن ايمن من جديد وبديوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان النادي الاهلي كالعادة بيؤكد انه بطل مصر الاوحد النادي الاهلي بيفوز في القمة رقم 126 والحقيقة مباراة كبيرة جدا يعني الف مبروك يا جابتن ايمن الف مبروك لكل الاهلوية وطبعا بقى حالة من الفرحة في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد ما يبقى فيه هذه اللحظات بعض الاعضاء كيد العيبين الحقيقة النادي الاهلي عاملين موسم كبير جدا فازوا في خمس بطلات بالعلامة الكاملة تحب تقول لهم ايه احب اقول لهم الف الف مبروك على المكسب النهاردة وفوز مستحقة قوي النهاردة واللعابة كلها رجالة الماتشوات اللي فاتت قدموا اداء جامد اوي فيعني الف مليون مبروك واحب اشكر اللعابة الرجالة كلها وقال لهم الف مبروك على المكسب النهاردة ويعني كل بطولة وانتو بتفرحون دايما كده يعني شفنا تقلق كبير جدا اكيد من كل الرجال النادي الاهلي النهاردة بس تتمن مالف دماش او رجل المباراة الماتش النهاردة مش ماتش بس الاهلي والزمالك ماتش منظومة كبيرة الاهلي منظومة كبيرة بدليل الاهلي النهاردة ارقامه وتمثل مش ماتش ماتش ازمالك ده نتيجة طبيعية اوي لمجهود الاهلي كأدارة وكفريق وكمدربين وكلعيبة نهاردة حسين الشحات هو نجم المباراة يعني عملنا مباراة كبيرة جدا اكيد النهاردة شايف مباراة النهاردة زي وفوز النادي الاهلي بأربع أهداف م شاء الله ألف مبروك الأول لكابتن محمود الخطيب للفوز النهاردة للفوز الكبير إن شاء الله وألف مبروك للأعيبة وجهوه النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي كان فريق كبير وفريق عظيم وليقى بمات شهين الشوط الأولاني كله كان يحايز للنادي الاهلي الشوط التاني كله كان المفوض للأهلي يجيب أكتر من كده المفوض يعيد زكرانات 6-1 بس ما توفعش فالحمد لله وألف ألف مليون مبروك النادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي والف مبروز يعني زي محارتك شايف يا كابتن عيمن كالعادة النادي الاهلي هو مصدر ساعدتنا وطبعا لسا مستمرين معاكم في لقاءاتنا من داخل فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد